أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد اتصالا هاتفيا مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جرى خلال الاتصال استعراض جوانب التعاون بين اليمن والمنظمة في الجوانب الصحية والتعاون المشترك في تعزيز قدرات الحكومة اليمنية لتنفيذ التدابير الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد كوفير 19 الذي تفشى في عادة من دول العالم وتشارك الجانبان المعلومات حول التدابير التي اتخذتها الحكومة اليابانية في هذا الجانب بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والدعم المطلوب من منظمة الصحة العالمية لتعزيز واستدامة هذه الإجراءات الاستباقية حتى يتم تجاوز هذه الجائحة عالميا بما في ذلك دعم إنشاء المزيد من مراكز العزل والحجر الصحي وتقديم الإمدادات الطبية اللازمة للفحص والمشاركة في الجوانب التوعوية وقدم رئيس الوزراء لمدير منظمة الصحة العالمية إجازا حول الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة هذه الجائحة بما في ذلك تعليق الرحلات الجوية وإقلاق المنافذ البرية والبحرية عدل حركة التجارية والإغاثية والإنسانية وتشديد إجراءات السلامة والفحصات للطواقم قبل دخولها إضافة إلى تعليق العملية التعليمية وغيرها من الإجراءات مؤكدا أن كل هذه الإجراءات الاحترازية استباقية لأنه لم يتم تسجيل أي إصابة مؤكدة بالمرض حتى الآن في اليمن وأعرب الدكتور معين عبد الملك عن أمله بقيادة منظمة الصحة العالمية للجهود الدولية في خوض المعركات الصهبة والمعقدة لتجاوز محنة انتشار وباء كورونا المستقدة لافتن الاحتياجات ومتطلبات الغطاع الصحي في اليمن على ضوء الخطط الوطنية التي أعدتها الحكومة للاستعداد لمواجهة الوباء والدور المعول على منظمة الصحة العالمية في تقديم الدعم والإسناد اللازم في هذا الجانب وثمن رئيس الوزراء دعم منظمة الصحة العالمية لليمن خلال السنوات الماضية وأهمية مضاعفة هذا الدعم لتقوية قدرات الغطاع الصحي الذي أنهكته الحرب التي أشعلتها ميليشي الحوث الانقلابية من انقلابها على السلطة الشرعية وأشار إلى أن الحكومة وفي مواكد هذه الجائحة العالمية بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية تولي اهتماما بالغا بالجوانب التوعوية للمواطرين تعريفهم بمخاطر الوباء وطرق الوقاية منه وأهمية دعم منظمة الصحة العالمية لذلك وبدوره أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية عن تغديره الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة اليمنية للاستعداد لمواجهة هذا الوباء ودعمها لجهود الحكومة في هذا الجانب لافتا إلى أن البشرية تواجه عدوا وتهديدا غير مسبوق وعليها أن تستفيد من هذا الوضع في عادة ترتيب أولوياتها وتعزيز إجراءاتها حتى تتمكن من التعامل مع التهديدات الحقيقية التي تهددها بشكل عام وأشار إلى أن هذا التهديد لم يميز بين الحدود والتفاوت في التنمية وأكد دهانوم أن منظمة الصحة العالمية تضع الدول الأقل نموا والدول التي تمر بظروف صعبة كالحروب وغيرها على رأس أولوياتها وعبر عن استعداده لدعم الحكومة اليمنية في جهودها لمواجهة الوباء